بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد من لم يستطع زيارة مولانا الكاظم عليه السلام لظرف ما، لقلة المال، للظروف التي نعيشها في هذا البلد لأي أمر ما لم تستطع أنت أو أنت زيارة الإمام الكاظم عليه السلام هل هذا معناه بأن تفوت الزيارة على نفسك؟ وهذا الأجر الجزيل لا أبدا استمع رجاء لمن لم يستطع أن يذهب إلى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام بسبب ظرف ما ورد في كتاب كامل الزيارات الصفحة 528 كذلك في كتاب وسائل الشيعة الجزء 14 صفحة 585 عن عمر بن عثمان الرازي قال سمعت الكاظم موسى بن جعفر عليهم السلام يقول من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا ومن لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا أي بمعنى في محافظتك في منطقتك في حيك أي مرقد من مراقد أهل البيت عليه السلام اذهب لزيارته أي مرقد من أولاد الأئمة عليه السلام اذهب لزيارته أي مقام من مقامات الأئمة عليه السلام اذهب لزيارته أي أي شيء متصل بأهل البيت في محافظتك في منطقتك في حيك اذهب لزيارته زر الصالحين من ذرية رسول الله زر الصالحين من المؤمنين والمؤمنات ولو كان رجلا علويا مدفون بقربكم امرأة علوية صالحة مدفونة بقربكم تكتب لك ثواب زيارة الكاظم عليه السلام قال الإمام الكاظم عليه السلام صريحا من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا فلا تفوت عليك الفرصة ليكتب الله سبحانه وتعالى لك يوم غد إن شاء الله تعالى ثواب زيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه جرب ولا تشك برنامج صباحات الأية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر